السلام عليكم خوتي تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بلا منسى وخوتنا اللي في الغربة اليوم رح نتكلموا على المقابلتين الوديتين للمنتخب الوطني لأقل من سبعة عطاش سنة ضدها السينيغال اول شي سينيغال وصل للمطار للجزائر ومن بعدها 24 ساعة 24 ساعة العب المقابلة الولى مع المنتخب الوطني لأقل من سبعة عطاش سنة باللاعبين المختلفين والمحترفين واللاعبين المحترفين وفاز على المنتخب الوطني هدف لسفر يعني ما عندوش الراحة 24 ساعة وصل للمطار لعب المقابلة فممليع فاز هدف لي سفر. عن طريق ضربة جزا. المقابلة الثانية اللي بالامس لعبوا الملاعبين المحليين. يعني ما همش لاعبين انتاع اه ما همش لاعبين المحترفين. ولا محترفين. لا محليين منهم سبع لاعبين منهم اه لاعبين اكاديمية الفاف ومنهم لاعبين بارادو. كالعادة. اكاديمية الفاف لما نقول اكاديمية الفاف معناها لاعبين هذو ما اللي راحين يروحوا لنادي بارادو يستفمر فيهم ضد شيء ويضمهم للنادي انتاعوا. قاعدة عامة. لعبين محليين اللي لعبوا ضد السينيغال خسروا بثلاثية مقابل هدف في الجزائر مع السينيغال. هذا راح يشكل خطر على المنتخب هذا منتخب اقل من سبعة عشر سنة ونحن داخلين على مقابلات مهمة رسمية لتصفيات منطقة شمال افريقيا المؤهلة الى كأس افريقيا بالمغرب لاقل من سبعة عشر سنة. البرنامج اللي يوضعوه اليوم اللي راح يكون في الجزائر دورة راح تكون في الجزائر. فيها ثلاث منتخبات فقط البلد منظم كما نقوله بلد منظمي الجزائر. تونس وليبيا. المغرب بحكم انها بلد اللي راح يستضيف كأس افريقيا الفين وكأس افريقيا الفين وواحد وعشرين. ايضا مصر غائبة باسباب لا نعرفه هالكورونا هلا ما نعرفش اسباب اللي خلت مصر ما تشاركش. اذن الدورة هذه آآ كأس افريقيا اللي في المغرب راح آآ يكون فيها تصفيات قبلها في الجزائر آآ بمجاركة ثلاث منتخبات ليبيا تونس والجزائر المقابلة الاولى للمنتخب الوطني راح تكون يوم 18 جنفي آآ بالجزائر ضد من ضد ليبيا اللي في الحرب والمقابلة الثانية والاخيرة ضد تونس يوم اربع وعشرين جنفي آآ ايضا في الجزائر آآ ملعب خمسة جوليا آآ آآ الثلاث منتخبات راح يتأهل منتخب واحد فقط. راح يتأهل منتخب واحد لو شاركت مصر راح يكونوا يتأهلوا زوج. اذا راح يتأهل منتخب واحد فقط آآ معا من ثلاث منتخبات. مهمة انا بالنسبة لي يا بست مستحيلة. يعني منتخب واحد وفي ارضية خمسة جولية نقدرون تأهلوا ليبيا في الحرب تبقى لنا الا تونس. لكن هذا ما عنيش انه نحقروا المنتخبات مثل ما عملت ليبيا لي في الحرب اقصات منتخب اقل من عشرين سنة عشرين سنة بمهزلة كوروية. يعني منتخب اقل من سبعة سنة غير مسبق ايضا نرى مهزلة كوروية في الجزائر. الاخرى شفناها في تونس مهزلة كوروية. الان ممكن احتمال كبير نشوفه مهزلة كوروية في الجزائر. قضية اللاعبين المقتربين ومحترفين اللي يجيبوا فيهم يجيبهم الفاف قلتها ونعودها حملة انتخابية معظة. هذه حملة انتخابية محظة يقودها زدشي واتباعه المكتب الفيدرالي لتزيين صورتهم ومن اجل اعطاء سبعة ان رئيس الفاف والاتحادية تعمل للمصلحة العامة وتهمها المصلحة العامة وفقط. وهذا غير صحيح تماما. زدشي واتباعه كنقول زدشي واتباعه مكتب الفيدرالي معاه يعملوا لتلميع صورت زدشي. لكن الحقيقة نعرفوها منذ الفين وسبعة عشر والاتحادية هذه عملت المستحيل لابعاد كل ما هو جزائري من هو جزائري وعنده الامكانيات باش يقدر يلعف المنتخبات الوطنية. عملت منشور العارة تعرفوه العديد من الامور. اذا منتخب اقل من سبعة عشرنا خسر بفضيحة امام السينيقة الثلاثية على ارضية خمسة جوليا مقابل هدف. واخسر ايضا مع المختاربين والمحترفين بهدف. المحترفين انا ما نقدرش نقول لاعبين سيئين مش سيئين المحليين سيئين المش سيئين رغم ان المحليين ممنوعين المنتخب الوطني. الا من اكاديمية الفاف كنقول اكاديمية الفاف معناها هذا من اللاعبين اللي راح يروحوا لبارادو ولاعبين بارادو فقط. منتخب الوطني يعرفها العام والخاص ملك لنادي بارادو. هذي يعرفها العام الخاصة. احكي على الفئات الشبانية ليس المنتخب الاول. منتخب الاول الحمد لله لكين مدرب عادل اسمه جماع بالماضي. بخلاف المنتخب الاول وهبط هذه كل اصناف متحكم فيها نادي واحد ومعروف نادي جزائري. جزائري للاسف يعني حقيقة نادي جزائري حبينا ولكرنا بارادو نادي جزائري. ونحن يعني لسنا ضد مشاركة لاعبين بارادو. نحن مع العدالة والمساوات بين كل الاندي جزائرية وبين كل اللاعبين حتى سواء حتى في الخارج. اذا اه فضائح ما بعدها فضائح مع المنتخبات الشبانية تسير هاوي تسير اه عشوائي اه جلب اللاعبين المحترفين بسبب الحملة الانتخابية للعهدة الثانية. هذي يعرفها العام الخاص. اذا السنيقال اعطاتنا طريحة. القادم مع تونس وليبيا رغم انها فيها منتخبات ضعيفة. لكن احتمالات كلها ويردا نزد ند وطريحة اخرى. رغم انه حتى لو نتاهلونا بالنسبة لي مش انجاز. الانجاز لما نروحوا بعيد في كاس فريقيا للمنتخبات الشبانية. هذا هو الانجاز. اما باش نتاهلو نتاهلو فارق واحد وفي بلادنا معاليبيا لي في الحرب. وتونس لما ضعيفة في الشفيئات هالية. اه نقول تاوي نعودها الفرصة بين يدينا. ممكن نتاهلو. واذا نتاهلنا لازلنا روحوا بعيد في كاس فريقيا اذا اعتبرنا هذا انجاز. لم نتاهلش فاضيحة كروية. ووصمت عار على الفاف اذا متاهلناش في كاس افريقيا الفين وواحد وعشرين بالمغان. الشيء الاخر لاعبين اللي اه قلتها لجابوهم هي حملة انتخابية. اما لاعبين الاكاديمية كين اللاعبين اللي تكلمت عليهم سابقا. عندهم مستوى ممتاز. ولما رفضوا انهم يلتحقوا بنادي تم شطبهم من المنتخب الوطني. انا بيت القصيد. تقبل تلعب في الاكاديمية تاع بارادو. نعطولك المنتخب الوطني. ما رغم انك سيليكسوني ولعبت فيك يديسة ولعبت لي ماش كامل بريباراسيون ورا جرانجور. رك لعب كبير. بس صح ما دام ترفض بارادو. اراك راح تكون اه ترفض بارادو. راح يكون مغضوب عليك ويتم شطبك من المنتخب الوطني. مثل ما عملوا معه لعب ايتم زيان. لي كان يريد اه وفاق سطيف. ورفض نادي بارادو. ولقى روحه خارج لمنتخب الوطني. هذه هي. تلعب مع النادي انتاعي لماسية. تقبل تنظم النادي لماسية. راك في اكاديمية الفاف. في فريق اكاديمية الفاف. وفي نفس الوقت تلعب في بارادو. تلعب في المنتخب الوطني. ترفض نادي بارادو. راح تلقى روحك مصيرك الشطب. ونحوك من المنتخب الوطني. هذه سياسة واضحة. لأسف اصبحت قلتها ونعودها. فيترينا. هذه تعلم منتخب الوطني. ملكية خاصة. وشركة خاصة. اللي نادي لماسية. ونقول لدي لماسية. لصاحبه زدشي. اسف. نتمنى الخير للكرة جزائرية. ونتمنى الخير للتوفيق للمنتخب الوطني. لان هذي من اللاعبين يعني ضحية. هذي من اللاعبين شبابا مضحية. نتمنى بصالحة ونقسموا بالله يا خوتي من قلبي نقولها. والله نتمنى لهم الخير ونتمنى لهم التوفيق. للم يسهلوش يعني نعود بعدها نضحكوا عليهم ونقولوا منتخب طاردو منتخب كذا كذا. لما ذي من اللاعبين جزائريين. هذي من ضحية. ضحية تاعة بزنيس. ضحية اتحادية بزنس بابناءها. بابناء الجزائر. نتمنى لهم التوفيق وان شاء الله نشوفوهم يتأهلوا كأس افريقيا ويروحوا بعيد في كأس افريقيا. والاخير ملتقنا مع مهزة من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.